اختتمت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي أعمالها ومبادرتها الخيرية لعيد الأضحى المبارك في محافظة حضرموت من توزيع اللحم وقسوة العيد وبناء منزل سكاني لأحد الأسر المتضررة بمدرية غيل بن يومين وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الامارات لدعم المواطنين ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها التفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي مبادرة خيرية لهيئة الهلال الأحمر الاماراتي سهمت في إدخال البهجة والسرور على الأسر المحتاجة خلال عيد الإضحى المبارك في محافظة حضرموت سعيا منها لتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التكافل بين جميع أفراد المجتمع فقد وزعت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي لحم الأضاحي بحضرموت في اليوم الأول من العيد بإجمال 279 أضحية استفاد منها 1116 أسرى من ذوي الهمم ومرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي والفئات الأكثر احتياجا بمديريتي المكلة وغيلي بوزير واستهدف المشروع توزيع 904 أضحية استفيد منها 6328 فردا في عدد من مديريات حضرموت وهذه اليوم في توزيع الأضاحي من قبل الهلال الأحمر الاماراتي وهذا ليس بغريب على دولة الامارات العربية المتحدة في تقديم يد العون والمساعدة لأبناء اليمن عامة وفي محافظة حضرموت سواء كان في الأضاحي أو في المواد الغذائية الأخرى أما مشروع كسوة العيد حيث هدفت المبادرة إلى توزيع الكسوة على 3500 فرد يتضمن المشروع تقديم 500 قسيمة مشتريات تبلغ قيمة قل قسيمة 200 ريال سعودية وذلك عبر مراكز تجارية في مدينة المكلة وعلى مدى أسبوع متواصل قام الفريق الإغاثي التابع للهيئة بتوزيع 1000 كوبون كسوة قسيمة مشتريات بقيمة 200 ريال سعودي للكوبون الواحد في عدة مراكز تجارية تابعة لمراكز اليزيد بالأزمة فيما يستفيد منه 6000 فرد في حضرموت وفي إطار جهودها الإنسانية والتنموية دشرت هيئة الهيل الأحمر الإماراتي تسليم مشروع بناء منزل سكني لأحد الأسر المتضررة بمنطقة حرب مديرية غيلي بن يومين وقال حميد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل الهيل الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذا المنزل الذي تم بنائه أحد المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة لمساعدة الأسر المتضررة وتحسين أوضاعهم المعيشية وأضاف إن هذا المشروع يتفي إطار الجهود الإماراتية المستمرة لدعم أبناء المحافظة وتلبية إحتاجاتهم الأساسية طبعا أن اليوم ندشن مشروع سكن لأسرة لتوفى أبوهم ولا يوجد لديهم ما هو فرأت هيئة الهلال الأحمر من الجانب الإنساني أن نعمل مسكن ولإيواء هذه الأسرة بدل ما يظلوا بالشتات وتأمن لهم حياة كريمة ومسكن يأويهم عن عوامل الطبيعة هذه المبادرات التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جاءت في إطار الجهود المتوصلة لدولة الإمارات لدعمه المواطنين ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها من خلال تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية متنوعة في مختلف المجالات